في سؤال آخر ورد من أحد المتابعين على الجروب أو القناة أو الفيسبوك بيقول لي عايز علاج للعصب السابع بيقول أنا أصبت بالعصب السابع منذ ست شهور خدت كورتزون وتعليجت عند دكتور علاج طبيعي عمل لي جلسات علاج طبيعي ولكن لازال العين ما بتقفلش لازال حركة الفم في الابتسامة ما زلت مش قادر أرفق جانب الأنف الأعلى وحاسس إن لازال الوجه في الجانب المصاب مش نفس أداء الجانب الأقل بيقول هل العلاج فيه تحسن ولا ست شهور خلاص ما يبقاش فيه فايدة من العلاج نقول إن العصب السابع عشان بس نبقى فاهمين من الأعصاب المخية يعني المخية بتطلع من جزع المخ عندنا في جزع المخ 12 عصب مخي 12 عصب منهم عصاب الحواس يعني السمع والبصر والشام والرؤية والعصب السابع بنسميه حركة عضلات الوجه مش إحساس الوجه الإحساس العصب الخامس إنما الحركة يعني أرفع عيني أغمض عيني أبتسم أشفط العضلات دي هي دي العضلات اللي بنسميها عضلات التعبير أقدر أعبر عن وشي أقدر أبتسم وأقدر أكشر أقدر أغضب كل دي العضلات اللي بتأثر وأيضا فيها جزء عاطفي يعني فيه فرع منهم متواصل للانفعالات العاطفية يعني ما يكون حاجة بحن عليها تلاقي وشي فيه زي رقفة وحنان خايف يظهر عندي تعبير الخوف يظهر عندي تعبير القلق كل التعبيرات دي بتنشأ من الوجه طيب العصب ده بيمشي من تحت عضمة الأزن من وراء الأزن ويتفرع إلى خمس تفريعات واحدة بتروح لفوق الحاجة بالتانية تحت العين والعين التالتة عند الفم تحت الدأ بتغذي عضلات الوجه الخمس تفريعات دول غالبا الإصابة بتأتي بالتهاب في العصب خلف الأزن في المنطقة هاد طب منطقة التهاب العصب ولذلك من أخطر الأشياء الضرب على الوجه كتير من الناس وخصوصا الأسادزة وبتاع اللي بيعايزين يعاقبه يضرب الآلم الآلم هنا بيروح تضرب لي هنا العصب السابع يامل شالة ولو مش يعمل دلوقتي ممكن بعدش يعمل التهاب أسوأ شيء الضرب على الوجه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو المبعوث رحمة العالمين نهى عن لاطم الخد اللي قاعدة طلطم وقاعدة تندب بلاش الكلام ده طيب بيجي ايه مع الموضوع ده بيجي دموع من العين نجد ان العين بتدمع العين عما لا تنازل سايل دموع لان مش قادر يقفل عينه بيحصل التهاب في العين للي ما بيقدروش يقفلوا عنيهم لذلك انا بنصح اللي عنده هذا الورم اللي هذا المرض يخلي قسرته يعني لو طفل او شاب يقول لأمه او ابوه يعني تبقفلوا لي عنايا من منام يعني سبلوا عنايا انه لوحب بيبقى نايمه يعنيه مفتوح هنا الانسان يحس بنعمة انه بيرمش بعينه انك بترمش بعينك ده عمال تخسل التراب والاتربة اللي عمالة تيجي على العين عمالة تجيبها وتمشيها تخل لو ما بترمش بعينك هتبدأ احمرار العين تبقى ناشفة وجفة العين تصاب ببعض المشاكل فمحتاج ان احنا نقفلها قفل العين باليد اهو بالليل وانت نايم لازم حد يقفل لك عينك عشان لانك تتسبل سبحان الله العظيم نعمة لا نستطيع ان نقدرها وكلنا غفلان عن الشكر ياريت كل المشاهدين دلوقتي نشكر ربنا عن نعمة انك بترمش بعينك ان المريض اللي عنده شال الوجه ما بيستطيعش يرمش بعينه طيب بنقول العين لو انا خارج وطلع في الهوى والبرد لازم او خارج في الشمس لازم بقى لابس نضارة شمس لن احنا في الوضع الطبيعي لو انا مش لابس الجفن ده عمال بيحمي العين لكن هنا انا دي مفتوحة على طول في اي طراب اي بكتيريا فيروسات فطريات هتصيب العين فبقول احذر من غلق العين بالمضادات طبعا بنقول الاهتمام بالفم كتير من المرضى دول يقولك انا بلاجد الاكل او الشرب بينزل من بقى يعني وانا باكل كده الاقي المية نزلت من بقى ولاقي الاكل تحوش في جنب بقى من هنا فكل شوية اقوله لا انت عايز تنضب بقى كويس فرشة السنان ان بيحدث التهابات شديدة جدا عند مرضى اللي عندهم العصب السابع لاهمال تراكم الاكل الاكل بيحصل فيه تعاف يعني هو كان هو مش حاس ان فيه اكل بفضل في بقى وامغسل بقى كده من بره ومرضى الشيخسل من جوه بعد شوية يحس بالتهاب يفتح يلا قريحة سيئة ليه ان الاكل اللي جوه الفم تعاف لا مفروض ان احنا بعد كل وجبة المريض اللي عنده شلل في العصب السارع يفتح بقى وينظف كويس جدا وينظف بفرشة السنان او بالسواك عشان يحدث الشفاء التام بنقول ايضا التمرينات امام المرآة انا بروح اعمل جلسات علاج طبيعي دكتور العلاج الطبيعي بيعمل لي حاجة اسمها تنبيه كهرابي نبه العضلة طب العضلة رجعت بس رجعة ضعيفة اول ما يرجع العصب اتوقف هنا لازم اتوقف عن الكهربة ليه لو ديت كهربة زيادة العضلة هيحصل فيها تلايف يعني بدل ما كانت ما بتشتغلش خالص لها تشتغل زيادة يبقى عاملة كده شدة زيادة هيحصل فيها عدم تجانس ما بين الجزء اليمين وجزء الشمال وده اللي بيسموها اسيمتري اسيمتري يعني سيمترية يعني تجانس بين اليمين والشمال اسيمتري يعني اليمين برضو مش واخد شكل الشمال طب ما بعمل خلاص انا عملت الكهربا وبدأت الحركة ترجع بس خفيفة هنا اقول بقى للمريض انا مش هنبه تاني انت هتقعد قدام المراية هتحرك قدام المراية ترفع تنزل قدام المراية ربنا هيكرمك وهتبقى كويس يجي المريض يقول طيب انا هعمل الموضوع ده قدام المراية هعمل تدليك نقوله اه دلك من اسفل لأعلى وفيه تمرينين بقولك اياك تعملهم كتير من الدكاترة زمان كان يقولك ايه هات لبانة كبيرة واقعدون ضغف فيها ملناش دعوة المضغ عصب خامس مش عصب سابع اوعى تستخدم موضوع المضغ برضو بعد الدكاترة بنقول برضو زمائلنا وحبايبنا اللي ماشيين بالمدرسة القديمة يقولك اقعد حط ايديك كده وبعده جز على سنانك ويقفل عينك اوعى التمرين ده تعمله قدام يقولولك تاني تمرين تالت هيقولك روح ات بلونة وانفخ اقعد لأ الهوى طالع من الجنب وانفخ اوعى تعمل تمرين البلونة يبقى تلات تمرينات ممنوع تعملهم النفخ ممنوع تعمل تمرين المضغ تروح تجيب لبانة كبيرة وممنوع انك تحط ايديك في بعض وتعمل تشنك كده ليه هيزود الاسيمترية او عدم التجانس بين اليمين والشمال طب اعمل ايه دكتور اول حاجة تمرين قدام مرايا اجيب مرايا وابدأ ارفع انا الحاجة بكده وشغل او اجيب مساج اعمل ايه نقطة زيت زتون اولا بقس او عفوا اخد من العاقة زيت زتون واعمل بيها تدليك طبعا اشرب منها الاول واعمل تدليك لياخد ببركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاكلوا منه وادهنوا به انا هادي نعوه بالبركة طيب بيجي سؤال هل الحجامة مفيدة للعصب السابع نعم مفيدة للعصب السابع بتتعمل مرة في الشهر لمدة 3 شهور كثرة في الاونة الاخيرة بعض الحجامين اللي بدأوا يسرفوا في عمل الحجامة وانا بحذر منوه يقولوا المرضى بنعمل جلسة كل اسبوع بل بعض الاخوة جايين من مارسة ما تروح وانا هنا بعت باع الاخر اللي بيشتغل هناك بيقولهم هو شاف الناس جايين يعودوا اسبوع بس يقولهم يعملوا الحجامة يوم بعد يوم طبعا هذا خطأ وخطأ كبير جدا وكتير من المرضى تعبوا جدا اما راحوا عنده انا مش هذكر اسمه بنبهه بقول له اهو كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول مابال اقوام يفعلون كذا وكذا فانا اقول مابال اقوام يعملوا حجامة اكثر من مرة في الشهر طيب واحد بيسأل بيقول هل العصب السابع يمكن عمل حجامة جفة بين الحجامتين نعم نعمل حجامة جفة ممكن نعملها يوم بعد يوم لحمرار المكان وتنبيه العصب طيب مع هذا بيقول تواخد هل تصلح ان انا ممكن اخد اعشاب المهدئة بقول محتاج هتاخدها عشان التوتر والقلق كتير من الناس بيزعل على نفسه وصالما يبص في المراية او يقول الناس بيبصولي او كده يبدأ نفسيا يتدايق فبقول له لا هتاخد اعشاب المهدئة نصف ملعقة على كوب ماء على نار هادية تغتغلي صباحا بعد الافطار وبعد العشاء بفضل الله بيتهادي ممكن تحليها بعسل الناح بقول هل ممكن اخد العسل المقوّل المناعة بنقول له نعم خد عسل المناعة ملعقة على الريق وملعقة على العشاء الاثنين مفيدين جدا لحالتك